بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما انظر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلادا فإي إلى الأغطال فهم مطمعون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن قلبهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسلاء عليهم أأنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وقشي الرحمن بالضيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قطلوا وآقاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واطلق لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه بصنين فخذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه اللبين قالوا إننا قطيرنا بكم لإلا ابتنته لا نجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصر مدينة رجلين يسعى قال يا طرم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لينا أعبد الذي فقرني ما إليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة لي يردني الرحمن بإضطر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي طال مبين إني أعنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة فقال يا إذا قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنذرنا على قومه من بعده من من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستفزئون ألم يروا كم آبكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الويتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يتكدون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت عينيهم أفلا يشكرون فبحان الذي خلق الأزراج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قضروا منازل حتى عاد العلم القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فنك يسفحون فآية لهم أننا حملنا بضيتهم بالفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خوفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات أربهم إلا كانوا عنها معذرين وإذا قيل لهم أنسقوا مما زبقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أبع علما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في طوال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يقصيون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الإجبات إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما معد الرحمن وصدق المرقب إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا قد جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا أكنتم أعملون إن أسحاب الجنة اليوم في شغلهم هاكبون هم وأصواجهم في ذلال العنى الأرائك متكئون لهم فيها هاكرة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن هناك عدو مبين فألي عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكون تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكبرون اليوم نهتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وطمسنا على أعينهم فاستغطوا الصراط فأنا يغفرون ولو نشاء لمسطناهم على مكانتهم فاستطاعوا بطيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه وإلا ذكر وقرآن مبي إن ينذر من كان حيا ويحب القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعنفهم لا مالكون وذللنا هذا فمنها ربوه ومنها يقتلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من مدود الله آله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إما نعلم ما يسرقون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أما خلقناه من ندفة فإذا هو خطيب مبين فالضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العطوة وهي الربيب قل يحذيها الذي أنشاها هو الباقة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنقوا منه الضغطون أوليس الذي قلق الصمات والمرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو القلق العليم إنما أعرهم إذا أراد شيئا أن يقول لهم فيكون فسبحان الذي بيده منقل لكل شيء وإليه ترجعون